الساكم الله بالخير أخوكم دكتور طارق سنان استشار لأشعة الداخلية ما هي علاقة الأشعة الداخلية في علاج مشاكل الفلر للأسف في موضع كبير صار لاحقا 15 سنة مستمرة لازالت للحين بأن النساء يستخدمون الفلر لتضخيم أو تكبير شفايف أو الوجه أو الوجنتين أو حتى المؤخرة أو حتى الصدر طبعا الفلر ما نصنع عشان الشيء الفلر فقط نصنع عشان يشكون تحت الجلد للخطوط لكن للأسف بعض الأطباء يمشون مع المريض ويحدون هذه وأحيانا يقول لهم أن هذه حماض فواقه تروح بعد 6 شهر الفلر مادة صناعية ما تروح وسواء قريبا أو آجلا أو آجلا راح تأدي إلى مشاكل المشاكل هذه ممكن تأثر في تغير شكل الجلد تكتل تورم هذه المادة انتفاق المادة التهاب المادة وهذه المشاكل كلها يمكن علاجها بالأشعة الداخلية تحت السنار سواء عن طريق السحب أو عن طريق التذويب